السلام عليكم وعائليني أبطالي طلاب صفره والمتواصل اليوم مصنى للدرس الثالث من الفصل الرابع ليهو موازنة المعادلات الكيميائية الدرس السابق أخذنا المعادلة الكيميائية وشون نكتبها ونمثلها من خلال الرموز رح نستخدم احنا الطريقة الثالثة منها ورايح بإيجاد المعادلات الكيميائية أو التفاعل الكيميائي دائما كل شيء بالطبيعي يميل للتوازن يميل المن للتوازن كذلك تفاعلاتنا الكيميائية دائما تريد تتوازن فإحنا شنسوي عدنا شيء اسمه موازنة المعادلات الكيميائية شنها هي طريقة حسابية يتم من خلالها خلالها جعل مجموعة عدد ذرات كل عنصر في طرفين معادلة متساوي نجي نوالضحها شنون مثلا إحنا عدنا ثلاث طرق أو خطوات عن مدن وازن المعادلة أول شيء عندي أنا معادلة أنتو زاعد أش دو شي طلع علي أن أش ثري هاي عندي معادلة ما موزونة شون عرفتها ما موزونة انتبغوا إياي عندي ذرتين نايتروجين وذرتين هايدروجين هلوه هنا هلو أجي للنواتج النواتج عندي ذرة ناتروجين واحدة وثلاث ذرات هايدروجين شفتوا الاختلاف وين؟ عندي اثنين بواحد اثنين بثلاث شنون نسوي؟ أول شيء نحسب عدد ذرات كله أنصر حسبناها ثاني الشيء عند وجود أنصر اختلفت عدد ذراته عدد ذراته بين طرفين معادلة نوازن المعادلة بمضاعفة للعدد الأقل عن طريق ضربة وضربة كم الثنين نجي واحدة واحدة موضوع داخلت اخترياء هنا عندي أقل شيء هو أنصر عندي أنصر النيتروجين اش قدي هنا من اثنين اش قدي هنا واحد فش أسوي؟ أخلي لقم اثنين هنا أجي أضرب اثنين في واحد جيل سوا لي اثنين هنا عندي اثنين إذا عندي أول أنصر تساوي وفي هذه الخطوة عندي صارت اثنين نيتروجين واثنين نيتروجين من هنا أنا ارتاحت بس فجأة أجل الطريقة الثالثة اللي راح أضوجني شنو إذا حدث تغير في عدد جزيئات العناصر الأخرى نساويها عن طريق ضربها برقم معين حتى تساوي الطرفان شنو يعني من خليه تعاني اثنين هنا هاي اثنين راح تشمل الأنصر الأول والأنصر الثاني تشمل الأنصر الأول ما تجي بس على الناتروجين لأتلو على الهايدروجين يعني شنو إستاذ يعني باوعلي اثنين فيه ثلاثة يقطعت 6 اثنين فيه ثلاثة 6 إذا صغت عندي هنا 6 درات هاي دروجين وعندي هنا جنو إستاذ ذرتين هاي دروجين إذا شا سوي أرجع عوازن من جهدي شوا إستاذ أجي هذا 물trاج اضربه ب3 شا هيصير عندي باوعلي حيصي عندي هنا ضرتين هايدروجين هنا ضرتين هايدروجين أنا خلصان معدل شعندي بحث هنا تلافه فيه ثنيه ستة هايدروجين هنا تلافه فيه ثنيه فيه ثلاثة هم ستة هايدروجين هاي طريقة موازنتي للمعادلة أجي آخر من ثالثة طلاب عندي تفاعل الفوسفات احنا نقل له خلي له غمزة أربعة أربعة ليه شنو من ربعة جزيل ربعة ذرات زاعد الهايدروجين شنطيني ينطيني بي هتش شنوه ثريق احنا عمي المعادلة ما موزونة أهلا لأ صح صح شو نوازنها أول شي نجيل أقل أنصر هنانا جيت أربعة أربعة في واحد أربعة هاي هاي ساور دي هاي أربعة وانصار هاته هنانا أربعة فيه ثلاثة نعش أربعة فيه ثلاثة نعش دي نرى ثينه شا سويت أضيفه لا ستة فصار ستة فيه ثنيه اثناعش أربعة فيه ثلاثة نعش تبهي للرمز الأضيفه هنا يمشع الكل شوقت يوقف هذا الرمز هذا شعن عند زاعد هنا ومركب فعلي إذن هنا هذا وقف يشمل بس هذا الأنصر واضح طالب دي نجي نجاوب على السؤال السؤال نيقول عند احتراق الصوديوم يتكون أوكسيد الصوديوم تبهي لي أوكسيد الصوديوم يعني شنو يعني أوه وحده مو قتلك ثنائي أوكسيد أوكسيد الصوديوم عبر عن ذلك التفائل بمعادلة غمزية موزونة عند شنو صوديوم زاعد أوكسيجين خوش عند بعد الأوكسيجين ما يقلك عند اتفائل أوكسيجين وصوديوم لا يقلك عند احتراق أنت من تسمع احتراق معناته أوكسيجين أن أي زاعد أوه شرح يطيني يحطيني أن أي أو شنو عرفت أن أي أو شنو عرف صوديوم أن أي أجي أخلي هنا على فوق المعادلة هنا أكتب أوكسيد الصوديوم شنو صوديوم أنا أزل هنا أن أي أوكسيد أنا أزل أوكسيد انتبهت لي أوكسيد مو ثنائي أوكسيد الصوديوم واضح؟ عندي هنا المعادلة موزونة ما موزونة ليش الأن أي تمام واحدة بواحد هنا أنا أعدي ذرتين أوكسيجين وهنا عندي ذرة واحدة أوكسيجين ما أسأل بيش حالة؟ أجي أضيف رقم الثنين هنا للمعادلة ثنين في واحد ثنين زيني هنا شنو بعد أندي أختلف عند الصوديوم من الثنين في واحد أم صار ثنين وهنا صار واحد شو سنو أجي أضرب أضيف ثنين هنا توازنة المعادلة وأبوك الله الله عندي سؤال شي يقول يقول اكتب النواتج للتفاعلات الآتية ثم زيني المعادلة زيني المعادلة الناتجة عندي أول شي زت إن زاد أيت سي أل شاح نسوي هنا نرسم غمزة تفاعل شاح يصر عندي هناك تفاعل استبدال أنصر واحد وهو زت إن خاصين بداية الهايدروجين نحن سي ألتو زائد أيتش تول معادلة موزونة لا ما موزونة ليش؟ عندي هنا الأيتش اثنين وعندي هنا الأيتش واحد إذا شا سوي أوازنة نبدأ أول شي ها عدي السيار هم موازنة أول شي أوازن السيار أوازن السيار هنا واحدة هنا قنية أخلي رقم اثنين هنا ثنين في واحد ثنين ثنين في واحد ثنين بثنين وازنك درجة هنا ثنين في واحد ثنين ومنها لدي ثنين هم وازنك سهبة أجي للوراها CACL2 أكتب السهم يدل على التفاعل CACL2 ما عندش يموازنة المعادلة أجي للوراها زتن أوتو هم نحصل عنده زتن أوتو هم موازنة المعادلة عنده هنا تعالي 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 أقل أنصر هنا عندي هو الواحد والبيان هنا عندي بيان واحدة البروم وهنا عندي بروم وثنين شا سوي أضروف فيه ثنين ثنين في واحد ثنين صارت عندي هنا وهنا عنده ثنين بس عندي مشكلة شينية البوتاسيوم صار ثنين ونالبوتاسيوم واحد حال لا سهل بس يكتب اثنين هنا توازلة المعادلة وقال حالي هنا أطلال سهلة وبسيطة لسيحتاجها تركيز شوية من المفايد عندي سؤال تعال عندنا اليوم هنا ما شاء الله خير من الأسئلة والله عدد ذرات كل أنصر اشترك ونتجه في التفاعل من خلال المعادلة الكيميائية الموزونة الآتية هنا شا سوا بهيش نوعية من الأسئلة ترسم جدول شا سواك ترسم جدول شبيت جدول بيت لاث أول شي تكتب ذرات الأنصر أول الأنصر نكتب بس الأنصر خش هنا جدول ثاني شا كتب عدد ذرات المتفاعل وهنا عدد ذرات تهو الناتجة كمنا الجدول هسا شا سوي أحا أجيو أنصر أنصر أول الأنصر شنو عندي الصوديوم أكتب نعي أو الصوديوم عدد ذرات متفاعلة شقيت فقط ثنين عدد ذرات الناتجة ثنين فاضح أجيو أنصر الثاني عنصر الهايدروجين أجيو أنصر شقيت عدد ذرات المتفاعلة ثنين في ثنين أربعة مو تخطئ تكتب دي بس ثنين لا لا ما طعندك الرقم هنا ينضرب على المركب كله أو على الجزائي كله أربعة زيني هنا جيد عندي هنا ثنين في ثنين ثنين في واحد عفوا ثنين وثنين هنا عندي أربعة إذن هم أربعة أجيو أنصر الثالث شنو عندي الأوكسيجين جيد عدد ذرات المتفاعلة أربعة عفوا ثنين ثنين في واحد ثنين بعد ناتجة هم ثنين في واحد ثنين هي من طول معادلة موزونة إذن عدد الذرات بالعناصر بالمتفاعلة يساوي عدد ذرات العناصر الناتجة جلسوا على الوراء السؤال الوراء يقول قارن بين المعادلة الموزونة وأخرى غير الموزونة هاي لقد شي السبب إيش حاله تكتب تعريف المعادلة الموزونة تكتب تعريف المعادلة غير الموزونة وتطري مثال على كل واحدة مثلي أش ؟ المعادلة الموزونة هي المعادلة التي يكون فيها مجموء عدد ذرات كل الآنصر في طرفين المعادلة متساوي مثل CACL2 هنا CACL2 معادلة غير موزونة هي المعادلة التي يكون فيها مجموعة درات كل عنصر في طرفين معادلة غير متساوء الفرق بياتل بس تكتب غيره هنا ما تكتب معادلة تكتب KBR2 شح يطلع على KBR بس تكتب هذه المعادلة غير موزونة خلاص أدنا السؤال الأخير يحترق الكاليسيوم مكوناً أوكسيدي البوتاسيوم عبر عن ذلك بمعادلة موزونة أجل قلت لك أكسيدي البوتاسيوم وما قلت لك صنع أوكسيدي البوتاسيوم ش سوي بيش حالة أكسيدي البوتاسيوم أجي أكتب هناك بوتاسيوم الي هو الكي زائد O2 ش تحطيني أوكسيدي أكتب هناك خافتي اكتب هنا اوكسيد البوتاسيوم اكتب العنصر البوتاسيوم كي اوكسيد او موازنة المعادلة لا 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 تقوم بيج حالة كي بالكي بالله متوازنة شين ما متوازنة عندي الوتو هاش تقوم بيج حالة اضيفه اكم اثنين هنا عند السرطنين في واحد اثنين وبعد هنا هالهم صار عندي اثنين اضيف اثنين هنا وبسوارش من الاشياء الارح وخلقتنا هذا موضوعنا اليوم موضوع سهل ويحتاج لتركيز لازم عدد الضرات في هذا الانصر تساوي عدد الضرات في هذا الانصر من قاية موضوعنا شكرا لكم وعيدها وكفوا لان وصلتوا لهنا لان دائما يوصل لهنا وشي مسهل بس كونت توصل صح وتوصل ممكن انت توصل لهنا بهذا الهالطريق وتنجح جوز معدل خمسين خمسة وخمسين بس صدقني بالاخير راح تتندم تقول اوه لا ودارس راجع باليومي حتى تسهل عليك بشي ربضا عاية السنة مع السلامة زوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.almerger.com المرجع الالكتروني طريقك نحو المعرفة ترجمة نانسي قنقر